ريال مدريد يطيح رسمياً بليفربول من دور الأبطال ونابولي يمنح إيطاليا رقماً غائباً من 18 عام بهدف لبنزيمة قرر ريال مدريد فوزه على ليفربول في إياب دور الستاشر بدور الأبطال بعد الفوز ذهاباً بخماسية ليخرج الرز من دور الأبطال آخر البطولات التي كان ينفس على لقبها هذا الموسم ونابولي اكتسح إنتراخت فرانكفورد ليضمن البطاقة الثالثة للإيطاليان في دور الثمانية علشان تكون إيطاليا بنابولي وميلا وإنتر ممثلة بثلاث فرق في هذا الدور لأول مرة من 2005 عودة حميدة لكبار الكورة الأصليين يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم في دورة أبطال أوروبا ليفربول خسر مرة أخرى من ريال مدريد إياباً 1-0 هدف لكريم بنزيمة بعد خسارة طبعاً الأنفلد الشهيرة 5-2 النهاردة ريال مدريد بيقرر الفوز مرة أخرى ويصعد لدور الثمانية ويطيح بليفربول من هذا الدور خروج مبكر لليفربول من دورة أبطال أوروبا موسم في منتهى السوق لليفربول اللي خسر تقريباً كل حاجة هذا الموسم اللهم يتبقى له إلا التواجد في المربع الزهب في الدوري الإنجليزي لو قدر نابلي النهاردة كمان فاز على انتراكت فرانكفورت 3-0 في مباراة كانت أكبر خارج الملعب من الملعب يعني المباراة كان فيها شغب كبير جداً بين جبايين نابلي وجمهير انتراكت فرانكفورت خارج الملعب وقصة لها قصة الحكاية دي أنه نابلي ما كانش عايز جماهير ألمانية تخش المباراة النهاردة فالجماهير الإيطالية بتاعت نابلي خادت التذاكر وبعدها لجماهير فرانكفورت وهو حصل مشكلة وما كانش متوقع أنه جماهير من فرانكفورت انتراكت فرانكفورت هتبقى موجودة في المباراة النهاردة فالجمهورين تقاشوا بعض قبل المباراة وأكيد هيبقى فيه عقوبات وفيه قارات كثيرة للويفا عن هذه المباراة نابلي من وجهة ناظري وأنا قلت الكلام ده أكتر من مرة بس عايز سجله كل شوية نابلي أعتقد وأتصور أنه وارد جدا يكون في نهاية البطولة هذا الموسم نابلي عامل أداء خرافي جدا جدا أوروبيا وفي الدوري الإيطالي أداء مدهش نابلي العادي بتاعه أنه يكسب تلاتة وانت طالع بلاص ري دايماً تلاتة اربعة خمسة تلاتة اربعة خمسة وممكن ست ده في الدوري الإيطالي بيحصل وده في دورة أبطال أوروبا بيحصل آه المنافس لما بنتكلم على انتراكت فرانكفورت مش منافس ضخم ومنافس كبير ولكن في كل أحوال انتراكت كان واحد من الفرق اللي حد فترة قريبة كان بينافس على لقب الدوري الألماني وصدارة الدوري الألماني فأنت تتكلم أنه برضو مش فريق صغير بس طبعاً بالمقارنة بيه منشستر سيتي وريال مدريد وليفربول وباقي الفرق الكبيرة دي عادي يعني آه صحيح هو أخذ الأوروبا ليج هو حامل لقب الأوروبا ليج بس يبقى برضو مش من الفرق الصف الأول عموماً نابلي صعد وانتر صعد وميلاً صعد إيطاليا في حالة استثنائية في هذه البطولة إيطاليا بتاعت 2005 الفرق الكبيرة المبهرة إيطاليا كانت ملكة الكورة لفترات وسنوات طويلة تراجعت بتراجع الدوري الإيطالي ولكن تعود مرة أخرى إيطاليا كأقوى دولة أو بلد في دور السمانية هو أكتر أو أكتر بلد عندها فرق في دور السمانية في دور أبطال أوروبا هذا العام بسلاسة فرق نابلي وانتر وأيضاً فريق اسم ميلاً ترجمة نانسي قنقر